جولة بأسواق الرباط يقوم بها ياسين صباحا كل يوم بحثا عن طلبات زبنائه من المعدات الإلكترونية مصدر رزقه ودخله المؤقت والوحيد في انتظار عمل قار يضمن له كرامة العيش أنا كشاب نتمنى من الحكومة تخلق لي فورا الشغل قارلا ليكون عندي واحد العيش كريم يكون عندي تانا وليدات أنا بديت سيارات يكون عندي رصيني سيزيال يكون عندي نتمنى أنني من يكون عندي منكبضة يكون عندي 60 عام يكون عندي تقاعد ديالي وهدو كاملين الشباب كاملين يتمنى ونفس الأمنيات ديالي طيلة خمسة سنوات الماضية أمال وانتظارات من بين أخرى وعد رئيس الحكومة المعين عزيز أخ النوش بتحقيقها في برنامج حمل عنوان تستحق الأفضل تعهد فيه بخلق مليون فرصة عمل بتعزيز الاقتصاد وإصلاح المنظومة الصحية مع دعم عدد من الفئات الشمائية حكومة قادرة على تنزيل برنامج الأحرار المتمتيل أساسا في الحماية الاجتماعية والشغل الصحة والتعليم حكومة قادرة على الاستجابة والجواب على الأسئلة الحارقة المواطنين رئيس الحكومة أو رئيس حزب تجمع الوطن الأحرار لم يضع خطوطا حمراء يده ممدودة لجميع الأحزاب السياسية التي تتقاطع مع الحزب الرؤى والتصورات والتوجهات والأهداف الآن المره الكبير هو تحقيق معارضة قوية أما في سعيد الحكومة فبسهولة بمكان أن يشكل عزيز أخنوش أغلبية مريحة داخل البرلمان أما بخش محاكة إذا كانت تجمع الوطني الأحرار يقود الحكومة فإن من الأولى أن يعارضها حزبا يساريا وتتشكل قطب يساري أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة في مقدمة أولوياتها تنفيذ الاستراتيجيات الملكية الكبرى أعلن رجل الأعمال ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قائد الأغلبية الحكومية فتح باب المشاورات بشأنها مع بقية الهيئات السياسية وبعيدا عن منطق الحسابات السياسية للأحزاب ينتظر المغاربة ولادة حكومة كفاءات قادرة على رفع التحديات للجماعية والاقتصادية فدور مرابطي قناة الغد الرباط ترجمة نانسي قنقر